أكد المتحدث الرسمي للمقاومة الوطنية العميد صادق دويد أن ميليشيات الحوثي تمنح حساباتها الإجرامية الأولوية على مصالح الناس في تعليق منه على رفضها رفع الحصار عن مدينة تعز وقال دويد في تغريدة على تويتر إن فتح الممرات الإنسانية ليس بحاجة إلى مفاوضات ومشاورات ورعاية أممية ووساطات دولية وأشار إلى أن التجارب المتكررة مع الميليشيات الحوثية وفي مختلف القضايا تؤكد عقليته المأزومة والتأمرية